السلام عليكم ورحمة الله. ازايكم عاملين ايه? يارب تكونوا بخير وعلى خير. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم تحلية سريعة كده. يعني حاجة كده ما شاء الله خمس دقيق كده بكوني عاملها. ما شاء الله القيمة بتاعتها حلوة اوي مغزية كده للولاد. لو عندك كده اطفال صغيرين فهي ما شاء الله تبقى حلوة اوي لهم. اتمنى بس كده تكملي معي الفيديو الاخر. وطبعا لو عجبك الفيديو تنسيش تحط اللايك. عشان هو اللي بيرفع الفيديو. لو اول مرة كده تتعدي على قناة وتشوفيها. اعمل اشتراك للقناة وفعل الجرس عشان يوصل لك كل فيديو جديد انا منزله. اول حاجة هنا معايا كوباية من البلح. البلح اللي هو الطمر اللي هو الطري. طبعا احنا في رمضان والطمر عندنا متوفر عندنا. او البلح الناشف اي ان كان عندك استخدميه ما فيش مشكلة. انا هنا استخدمت اللي هو الطمر اللي هو الطري. لو عندك الناشف ما فيش عندك الطمر ده. اه انقعيه شوية. يعني هاتي كده يملي كوباية كده برضو من من الطمر اللي هو الناشف. ويحطيه كده في شوية من المية السخنة. انقعيه في مية سخنة لحد ما يبقى طري معاك. المهم يبقى طري علشان لما تيجي تضربيه في الخلاط. اه يضوب كويس ويمتزك كده بقيت المكونات. انا فصصت بقى كده للبلح. شلت بقى كده النوى. واشلت الحتة اللي بتبقى تحت اللي هي مش حلوة دي. ويحطيه في الخلاط. وهنا بضيف تلات كبيات من اللبن او الحليب. تلات كبيات على كبية الطمر تلات كبيات من اللبن. هيبقى الطعم بتاعه ومشاء الله حلوة او. يعني هيبقى ايه? اه سكره مزبوط. او التحليق بتاعته هتبقى مزبوطة. هضيف كمان هنا اه اربع وحدات من الموز. بس هنا انا كمية الموز اللي انا حطيتها كانت كتير شوية. فالمكونات دي يعني تضيف لها اتنين بس واحدة تانية اتنين من الموز هتبقى اه كويسة جدا. لكن الاربع بصراحة كان كتير. انا شفت الوصفة دي حد عاملها. مش فاكرة بصراحة كان من اللي عاملها. اه بس هي عجبتني وقلت كده مكوناتها ما شاء الله حلوة كده. اه مغزية للولاد. فحبت اجربها. فهي كانت ضيفة لتلات كبات اللبن. كانت ضيفة لهم برضو اه تلات وحدات كبار من الموز. لكن اه هي مش عايزة كمية الموز دي بصراحة. يعني ايه موز تانية اتنين كان هيبقوا كفاية. ضفت هنا كمان تلات معلق كبار. المعلقة كده كبيرة مليانة هرمية كده زي ما انتم شايفين من النشا. كله على بعض كده في الخلط. وقت اضربها كويس جدا لحد ما تدوب كده كل حاجة كده تدوب مع بعض. والبلح كمان كده ايه? التمر اللي احنا حطانا برضو كده ايه? يعني اه يتضرب كويس جدا. وبعد كده هنصفيه في الحلة اللي هنه هنحطه على النار. صفي كده بالمصفة النعمة علشان اي حاجة كده اي رواصب اي حاجة من البلح. اه يعني اي ما تنزلش في في قلب الخليط. بالمصفة كده المصفة كون نعمة زي ما انتم شايفين. هنرفع بقى الحلة على النار. وادينا طبعا كده على طول فيها كده بالمضرب اليدوي. عشان ما تكتلش معنا. زيها زي المهلبية بالزبط. اول كده ما هتغلي معنا وتعمل كده ايه اه فقوخية كده. اه او بابل. هنقفل عليها. كده بس عشان النشا تكون استوات فيها. هي بسيطة جدا وسهلة اكنك بتعملي مهلبية بالزبط. فيش فيها اي حاجة. بعد كده بقى هنفضيها في البلات. عايزة بقى تبقى تضيفي لها فانيليا. ممكن تضيفي لها فانيليا. او ممكن تضيفي كمان شوية كده من الارفة. لو انتم بتحبوا النكهة بتاعت الارفة ممكن تضيفي كده اه حاجة بسيطة كده من الارفة تبقى برضو حالة. انا هنا ما ضفت لهاش حاجة. انا اكتفيت بس بالمقونات اللي انا اه بالموز يعني وبالبلح ما ضفتش اي نكهة تانية. الكمية اللي انا عملتها عملت الاربع بولات دول وعملت كمان كوبها صغيرة. زي ما انتم شايفين كده هدخلها بقى طبعا التلاجة. وبعد ساعتين تلاتة كده مفروض ان ان هي تتاكل بعد ساعتين تلاتة يعني تاكلش وهي سخنة. هنا هزين كده بقطعتين كده من الموز شريحتين كده من الموز. ولو في بقى سوس كراميل كده تبقى احلى. كنت حطيت على سوس كراميل كده بصراحة تبقى احلى. بس آآ كان خالصا عندي ما كانش متوفي يعني فانا زي انت طبعا بللي موجود. لكن لو انت عندك سوس كراميل زيني كمان بسوس كراميل هتبقى حالو. دخليها بقى التلاجة سيبها في التلاجة كده ساعتين تلاتة وبعد كده بقدمها للولاد. ان شاء الله تعجبه. انا هنا عشان التصوير وكنت منستعجلة عشان اقفل الفيديو. آآ فقلت كده اجربها على طول. كان هنا كانت لسه سخنة. فكان بصراحة طعمها ما كانش عجيبني قوي. لكن لما سبتها بردت وسبتها التاني يوم آآ وجيت دقتها بصراحة كانت حلوة. يلا جربوها وان شاء الله تعجب الولاد. حاجة كده حلوة مغزية ليهم. فان شاء الله تعجبوه. يلا اشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.